تصريح السفير الإيراني بموسكو قال نعمل مع موسكو على توحيد الرسائل المالية لتجاوز نظام سويفت هل بالفعل اليوم الدول هذه قادرة على صنع نظام جديد مالي؟ الرئيس الروسي اليوم أخص بالذكر الدول الغير صديقة يعني هناك دول صديقة ممكن أن يتم التعامل معها أو يكون هناك آلية أو مرونة للتعامل المالي والاكتفاء من حيث الطاقة والسلاح والغذاء يعني اليوم لدينا صين لدينا إيران لدينا روسيا لدينا الهند هذه قطعات لديها أولا القوى البشرية تركيا اليوم في منتصف طاولة المفاوضات تركيا وللمرة الأولى أنا أقولها أنها هي في موقف القوى وليس الضعف في أي اتجاه تذهب الأحداث تركيا ستستفيد لماذا؟ لأن العقدة الاقتصادية التي خلقتها تركيا داخل المنطقة على المستوى الإقليمي والدولي لا يمكن أن يصبح هناك حل في المنطقة من غير أن تكون تركيا هي الأبرز في هذا الحل ثانيا تركيا اليوم انتقلت من استيراد الأسلحة إلى تصدير الأسلحة وهذا سوف يشكل ثورة على نوعية الإنتاج ونوعية دكتور مخلص